السلام عليكم النهاردة هتكلم معاكم على نيو ويب سايت لمدرسة منارة هليابلس وهو اسمه cluster.com طيب خلونا نعرف اول حاجة ايه هو cluster cluster هو ويب سايت بيتيح للطالب ومدرس ولي الامر وادارة المدرسة ان هما يتواصل مع بعض بشكل اسهل واسرع انت كطالب تقدر تخش كل يوم على الويب سايت بالاكاونت بتاعك وتعرف ايه الكلاسورك والهوميرك اللي خدتوه في كل المواد وتبدأ تحل الهوميرك بتاعك انلاين وتبعته للتيتشر كذلك هيبقى فيه انلاين كوزز تقدر تخش عليها وتحلها اوتوماتيكلي وتبعتها للتيتشر برضو المدرسة لو عاملة اي event او اي announcement تقدر تبعتها للstudents وللبارنس بشكل اسهل واسرع من الاول طيب عشان نستخدم cluster بنعمل ايه اول حاجة يفضل ان احنا نستخدم براوزر زي microsoft edge او زي google chrome او firefox انا هنا باستخدم عندي google chrome بكتب فوق هنا في الsearch bar بتاع الwebsite cluster.com وبدوس enter دي الpage بتاعت cluster طيب انا دلواتي عايز اعمل login فعندي فوق خالص على اليمين في start for free وفي login انا طبعا هكتب login بيطلب مني هنا e-mail or username طب انا هجيبه منين ادارة المدرسة هتتواصل معاكو وتبلغكو بالموعيد اللي تقدروا تروحوا فيها المدرسة تاخدوا فيها الuser name والpassword عشان نقدر ندخل بيها كل طالب ليه username وpassword وكل parent ليه username وpassword طيب بنكتب الuser name بتاعنا هنا اهو وبدوس next دي مجرد ما بدوس next بيطلب مني الpassword وانا هنا كتبت الpassword وهدوس login زي اي اكاونت على social media سواء كان فيسبوك او انستجرام بمجرد ما بعمل login بيوديني على الhome page الhome page هنا في cluster اسمها مختلف شوية ما اسمهاش home page اسمها dashboard بنلاقيها هنا على الشمال تحت كلمة cluster وsearch dashboard طيب بلاقي ايه عندي في الdashboard بلاقي عندي اول حاجة خالص فوق على الشمال اللوجو مدرسة واسم مدرسة منارة اليابلس school وبلاقي تحتها عندي one classes enrollments هنا بيجيبلي الكلاس بتاعي لو دست عليه اهو اسم الكلاس بتاعي class 2019 بيجيبلي subjects اللي انا بخدها كلها بالnames بتاعت الteachers بتاعي وعندي هنا 15 subjects وعندي 11 teachers طب طبعا فيه فرق واضح ما بين عدد ال subjects وعدد الteachers ده ليه؟ ده بمنتهى البساطة لان انا عندي مثلا two subjects في الانجلش اللي هما AL وOL بيديهم teacher واحد عندي العربي والدين دول two subjects بيديهم teacher واحد تمام؟ فعشان كده هنلاقي برضو اختلاف في النقطة دي تحت موضوع classes والsubjects والteachers بلاقي عندي ال timeline view وده بيطلع لي زي reminder كده بالassignments اللي عندي عندي هنا assignment على unit one grammar english OL وعندي assignment في العربي اللي هو لغويات الوحدة الاولى وعندي assignment في الماثل اللي هو adding three digit numbers وعندي تحت هنا quiz reminder ال quiz reminder ده بيفكرني ان انا عندي quiz انا لسه محلتوش او لسه مسلمتوش اخر جزء تحت هو اسمه quick actions quick actions ده بيطلع لي اكتر حاجات انا بيستخدمها في الويب سايت من على اكاونت بتاعي بحيث يطلعها لي برا بحيث ادخل عليها بشكل اسهل واسرع طيب الجزء الاكبر على ال dashboard بتاعتي هو calendar وده بيطلعيه على اليمين ايه هي calendar؟ calendar بيطلع لي الايام بتاعت الشهر كلها واليوم وافق يوم ايه في الاسبوع سواء كان سبت او حد او اتنين وهكذا فايدتها ان هي بتطلع لي اي event اي announcement اي حاجة على calendar زي مثلا عندي هنا من يوم الخميس 27 ليوم الاتنين 31 تمانية فيه هنا announcement اللي هي welcome back to school طيب ده مثلا يعني وعندي كمان يوم الاتنين اللي هو 31 تمانية فيه عندي two assignments اللي هو unit one grammar online homework والوحدة الاولى لغويات online homework برضو وعندي كمان يوم الثلاثة يوم واحد تسعة عندي online homework اللي هو adding three digit numbers اوكي نبدأ بقى نشوف الاكاونت بتاعي فوق خالص على الbar اللي فيه logo مدرسة واسم مدرسة بلاقي على الشمال على اليمين خالص بلاقي مفروض مكان للصورة بتاعي والname بتاعي تمام وعندي سهم بادوس على السهم ده بيطلع لي my profile فانا اخترت my profile وداني على الصفحة دي عندي basic data دي ما قدرش اعدل فيها الادمن بس هو اللي ليه اكسز عليها كالfirst name, last name, user name والexternal provider email الحاجات دي انا كستودنت مليش اي اكسز عليها ما قدرش اعمل editing فيها وعندي تحتها هنا security preferences reminder email انا هنا ممكن ادخل الجيميل بتاعي او الhotmail او ال yahoo mail واعمل backup للinformation بتاعت الاكاونت بتاعي عشان في حالة لقدر الله حصل اي حاجة الاكاونت اقدر استعيده واستعيد الداتا اللي عليه بكل سهولة فيه كمان اخر حاجة هنا hide my birthday from other users لو انا عملتها on ما فيش اي حد يقدر يدخل على ال profile بتاعي ويشوف الbirthday بتاعي بس احنا هنا هنعملها off عشان الي يدخل يشوفه واعدي طيب عندنا على الشمال هنا فيه مكان للصورة وفيه تحتها مكتوب remove photo طبعا احنا مش حطين صورة عشان نعمل remove photo ولكن تحتها image upload اقدر ادوس على image upload واختار الصورة اللي انا عايزها من على اللابتوب بتاعي وانزل بعد كده عندي contact information ممكن ادوس هنا edit profile entries بيطلع لي بقى ان انا ممكن اكتب ال address city phone number وهكذا وما ننساش ان انا لازم ادوس send update data request لازم دي تكون معمولة باللون الاذرق علامة صحة كده في اللون الاذرق علشان يبعت للسيستم والادمن يوافق على التغيير اللي انا عملته في الاكاونت بتاعي وفي الاخر بادوس save تحت عندي advanced actions انا مش هدر استخدم منها غير اول واحدة بث اللي هي change password المدرسة زي ما قلنا بتدينا ال username وال password ولكن ال password بيبقى صعب ان انا احفظه شوية فانا ممكن يا اما اكتبه يا اما لو عايز اغار ال password واعمل my own password فبكتب هنا current password اللي المدرسة هتديهني وبكتب ال new password اللي انا عايز اعملها تحتها و confirm password بكتب ال new password تاني وفي الاخر بادوس change ده بالنسبة لاول part بتاع my profile طيب هنلاقي جنبها كده فيه ثلاث علامات علامة ال envelope او الظرف ودي بتكون لها علاقة بال messages والعلامة اللي جنبها هي علامة ال bell او الجرس ودي بتاعة ال announcement والعلامة التالتة بتاعة ال flag او العلم ودي بتاعة languages طيب خلوها نبدأ باول واحدة دست على علامة الظرف فطلعلي new message ولا move to message center طيب خلونا هنعمل move to message center بيجيبلي هنا على الشمال inbox و send items طبعا انا مفيش حد لسه بعتلي message ولا انا بعت message لحد عشان كده هما فاضيين طيب لو انا عايز اكتب message فبدوس برضو على علامة الظرف وبكتب new message طلعلي هنا compose message يعني write message والrecipient الrecipient اللي هو الشخص اللي انا هبعت له message هاختار هنا سواء عندي students او teachers او employees هو هنا محدد التلاتة لو انا عايز ابعت المسج دي ل students بس فبعمل كده وبخلي students بس هي اللونها اخضر لو انا عايز ابعتها ل teachers بس فبخلي teachers بس اللونها اخضر لو انا عايز ابعتها ل students و teachers في نفس الوقت فبخلي الاتنين لونهم اخضر to بكتب هنا مثلا a بيعمل search فطلعلي ال names اللي انا اقدر ابعت لها المسج سواء بقى classmates بتوعي او teachers بتوعي اللي في اسموهم letter a طيب ال subject بكتب فيه ايه زي بالضبط ما بكون بابعت ايميل بكتب في ال subject ال topic اللي انا هبعته بتاع المسج وبقدر اكتب المسج اللي انا عايزها هنا بقدر اكتب اي حاجة انا عايزها و في الاخر خالص بعمل ايه في الاخر خالص بنزل تحت و بدوس send طيب تاني علامة وهي علامة ال bell علامة ال bell احنا اخدين عليها في الفيسبوك انها بتاعتي notification بدوس عليها عشان اقدر اعرف مين عملي comment مين عمل share مين عمل like مين عملي tag في post ولكن هنا موضوع مختلف شواء انا بدوس على علامة ال bell دي علشان اعرف اي announcement المدرسة بعتها يعني مثلا زي الايام اللي بيبقى فيها مطرة و بيبقى تاني يوم المدرسة بتقرر ان هو اجازة فالمدرسة هتبعت announcement ان بكرة اجازة عندنا مثلا quiz يوم الحد وفي اي تعديل في معاد الكوز او ان الكوز هيتغير او هيتقدم او هيتأخر فالمدرسة بتبعت لنا announcement بتبلغنا بالموضوع ده تالت حاجة عندنا وهي ال flag او العلم ال flag انا بقدر اختار بيه ال language اللي انا بستخدم بيه السيستم انا هنا بختار English UK ممكن استخدم Deutsch او فرنش او عربي خلونا نجرب مثلا احنا نعمله عربي زي ما شفنا اختارنا عربي فموضوع تحول تماما ده العربي انا نرجع English تاني تمام بيظهر لي عندي بقى جنب ال flag بتاع language كلمة year اللي هي الاكاديميك year بتاعتي ال year هنا معمولة لسه 2019 2020 طبعا مع بداية العام الدراس الجديد ده هيتغير وهكون ال year 2020 وحقويه 2021 ان شاء الله ده بالنسبة للداشبورد طيب بنيجي خالص في الشمال خالص تحت كلمة cluster و search عندي الداشبورد ودي عرفناها بالتفصيل تحتها كلمة timetable timetable لو انا عايز اعرف جدول الحصص بتاعي فبدوس عليه ظهر لي هنا الجدول بتاع الحصص بتاعتي مكتوب فوق ايام الاسبوع sunday monday tuesday wednesday and thursday وعندي كمان في الجنب الموعيد بتاع السشن يان السشن الاولى بتبدأ الساعة 8 لحد 48 دقيقة والتانية من 48 دقيقة لتسعة وتلت وهكذا وقت الbreak الساعة 10 مفيش فيه اي سشن اقدر بمنتهى البساطة اشوف السشن بتاعتي مثلا يوم الحد الساعة 8 عندنا كمبيوتر وكتب لي هنا اسم class واسم teacher ومن كذا لكذا تمام كده عرفنا لو محتاجين الجدول بنجيبه من timetable بالنسبة لجزئية classwork homework انا بقدر ادخل عليها كل يوم علشان اعرف teachers في كل المواد درسوا ايه وطلبين مننا homework ايه وطلبين من ايه وكذا دي هنعمل لها فيديو منفصل بيها ندخل علي جزئية academic data في academic data بيطلع لي هنا على الشمال النام بتاعي والصورة احمد عاطف primary 3 class 2019 بيطلع لي هنا بقى history بتاع الfirst login والlast login بتاعي على account number of times logged in during the week والmonth والyear والattendance بتاعي سواء كان authorized الحضور يعني authorized لو انا واحد بيه permission one authorized لو انا مش واحد permission وقبت كده مع نفسي من غير ما اقول لحد حاجة طيب بلاقي عندي بقى overview وmarks descriptive marks و assessments و digital data طيب احنا طبعا يعني هنستفيد بحاجات معينة من الحاجات دي عندي هنا في overview عندي remarks and actions remarks and actions دي بيظهر لي فيها اي حاجة teachers بتوعي كتبينها علي وكمان اي action اتاخد ضدي او مثلا اتكافئت اتعقبت اي حاجة بتكتب هنا بتظهر في المكان ده فانا هنا عندي رمارك دي educational remark معمولة public الaction date كان يوم سبعة وشرين تمانية عشرين عشرين registered by miss noha الكومنت مكتوبه dear parents ahmad is one of the best students in the class but the problem is that he is always forgetting his tools and books and this affects him badly i suggest that you kindly insist on making him prepare his stuff the night before he comes to school thank you so much in advance فدي هنا عندي النوت اللي التيتشر كتباها علي اوكي بندخل على الجزء اللي بعدها وهو الماركس بيطلع لي طبعا احنا لسه مفيش اي ماركس ولا اي حاجة بيطلع لي هنا السبجكس كلها على الشمال الاربك art christian religion computer english al english ol french germany islamic religion listening وهكذا وبيطلع لي الشهور بتاعتي عندي اكتوبر november december mid year march april بلاقي قدام كل مادة مكتوب الماركس بتاعت كل شهر بتاعتها تمام بندخل على الجزئية اللي بعد ال academic data وهي ال progress بلاقي فيها assessment و assignments بقدر ادخل عليها ودي اللي احنا عايزينه منها هي الجزئية بتاعت ال assignments ودي برضو هنعمل لها جزء او فيديو منفصل بيها كذلك هنا موضوع القوزز القوزز انا بدخل عليها وبشوف ايه ال online quizzes اللي انا مفروض اعملها وببدأ ان انا حلها وابعتها لل teachers بتوعيه كذلك دي برضو ان شاء الله هنعمل فيديو مخصص لها يبقى انا اكتر ثلاث حاجات هستخدمهم في ال website ده هما الجزئية بتاعت classwork homework والجزئية بتاعت ال assignments والجزئية بتاعت القوزز وان شاء الله دولت هنعمل فيديو منفصل لكل واحدة فيهم اتمنى سرعة التوجه للمدرسة لما المدرسة تبعت لنا عشان نروح ناخد ال username وال password عشان نقدر نتعامل مع ال website بسهولة شكرا جزيلا وانتظرونا في الاجزاء التانية السلام عليكم